ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ويتصفون بالشهامة ومن جهتهم يعتقد العديد من الأتراك أن النساء المغربيات يحملن الظروف الصعبة ومشقة العيش أكثر من غيرهن ما يجعل قضية الجمع بين الاثنين سهلة جدا وتحتاج فقط إلى قناة للتواصل هذه الأحلام الورضية من الطرفين عندما تجد نصابا محترفا يعرف من أين تؤكل الكتف يتم تحولها إلى مشروع ربحي بالملايين حيث فجرت قناة تركية يوم الخميس قضية كبيرة بطلها نصاب تركي يستغل صور فتيات مغربيات راغبات بالزواج من الأتراك وأخريات متواطئات معه لربح أموال كبيرة يتقضها من رجال يبحث عن الزوجات وجاء في الحلقة التي بُتت مباشرة على القناة شهادات رجال وقعوا ضحية لعملية نصب من طرف هذا التركي الذي يدعى مصطفى سمسيك حيث كان يوهم زبنائه بتزويجهم نساء مغربيات رآهم على صور كانوا بحوزته وأخريات قام بإحضارهن مباشرة باعتباره يستقدم مئات الفتيات المغربية إلى تركيا وقال أحد الضحايا خلال العرض المباشر إنه أعطى المتهم مبلغ 60 ألف ليرة أي ما يزيد عن 9 ملايين سنتيم للزواج بفتاة مغربية قبل أن يتفاجأ بهروب السيدة بعد ذلك وقال ضحية آخر إنه دفع مبلغ 20 ألف ليرة أي ما يزيد عن 3 مليون سنتيم لكنه لم يرى وجهها أبدا ومن أكثر قصص غرابة سرد أحد الضحايا أن السمسار عرف ابنه بفتاة أحبها كثيرا وأعطاه مقابل ذلك 19 ألف ليرة أي ما يزيد عن 3 مليون سنتيم ليكتشف بعد ذلك أن السيدة متزوجة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي اشتركوا في القناة